بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أما بعد طبعا في هذه الحلقة والتي بعدها سنتحدث عن آثار ثورة الإمام الحسين الآثار بشكل عام عندنا المسلمين بشكل عام هناك نقص أو ضعف في دراسة الآثار آثار الدول التي آثار الفتوحات أي ظاهرة سياسية اقتصادية عندنا ضعف في دراسة الآثار بل تتعرض الآثار لتزوير وتحريف من قبل التيار السائد نحن لسنا علميين في طرح الآثار وإنما عاطفيون أو سلطان أو سلطويون قبل ما نتحدث عن ثورة الإمام الحسين نحب أن نؤكد بأن دراسة الآثار في الغرب لعلها بل بالتأكيد هي أفضل بكثير وبمعايير علمية تبين أثر هذه الظاهرة السياسية أو عدمها قبل الإمام الحسين لو نقول ما هي آثار القرآن الكريم على الأمة هل سمعتم بدراسة تتحدث عن أثر القرآن الكريم ربما بعض الناس يقول ما ليس هناك أثر القرآن الكريم لأن طبعا هناك أثر لكن تصور الآثار خطأا يعني مثلا تصور آثار القرآن الكريم أنها آلفت بين المسلمين وجعلتهم يتركون عبادة الأصنام أكبر أثر يتذكره جميع المسلمين أن الرسالة القرآن والنبي أدوا إلى ترك عبادة الأصنام يعني ليس معهم غير هذا التآلف بقي التشاحن بين المسلمين وبقي كل شيء لماذا؟ لأن الرسالة عطلت ليس لأن الله لا يأمر بأن يكون الناس وكنتم على شفى حفرتنا النري فأنقذكم هنا وأصبحتم بعامته أخوان الآية لتقول نعم التي تذكر أنهم أصبحوا بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا الأصنام حتى هذه حتى هذه أبطلتها السلطات يعني بمعنى عبادة الأصنام لأننا تحولنا من عبادة الصنم الجامج إلى عبادة أصنام حية وهذه الأصنام الحية أو قد تكون ميتة صلاطنا الجور بقوا أصنام المعبودين العلماء التعصب بقي التعصب سواء العلماء أو المذاهب بقي التحول دون وصول أثر القرآن إلى النفس كفرد وأسرة ومجتمع وحكم وسلطة إذن عندنا نقص في أو جهل بدراسة الآثار وإن كان عندنا علم فليس علما مكتملا بحيث يؤدي الثمرة وإنما يؤدي إلى عكس النتيجة كنت أتحدث مع بعض الأخوة فكان يتحدث عن تذكرت كلمة الأصنام أننا انتقلنا السلطة خاصة السلطة لا أعني بها الحكم فقط في عهد بني أميّة وفي عهد بن العباس أيام التدوين السلطة مشتبكة فكرة السلطة من إرجائها وجبرها وجبروتها وتزييفها وكذبها على الله ورسولها أدت إلى إنشاء دين نقلنا من عبادة الأصنام الأحجار إلى عبادة الأصنام الحية ومن الناس من يتقذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فكنت أتحدث مرة مع بعض الأخوة فكان يحذر من الغلوف الصالحين الغلوف الصالحين الغلوف فقلت له دعنا نتخلص من الغلوف الظالمين أولا ثم نتجه الغلوف الصالحين لأن آثار الغلوف الظالمين أبشع على الأمة وعلى الفكر وعلى النفس من آثار الغلوف الصالحين والغلال لا شك أن هناك غلوف الصالحين سواء في عيسى في بعض الصحابة في بعض أهل البيت في النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا نجعل هذا ديدننا الغلوف الصالحين ونترك الغلوف الظالمين هذه غير حكيمة آثار القرآن الكريم كما قلت لو عرفنا القرآن تماما وعرفنا الرسالة تماما لكانت آثارها علينا لكنا أول الأمم بلا استثناء في العدالة وفي حقوق الإنسان وفي العلم وفي المعرفة لكننا كما قلت في حلقة سابقة من يوم أنزل الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لم ننظر كيف خلقت من يوم أنزل الله أنظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه لم ننظر إلى الثمار كيف أثمرت من يوم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إدراك هذه الأشياء تمنع التطرف سواء تطرف في القول أو في الفعل بمعنى تدبر هذه الأمور بهدوء وتراكم المعرفي يعني لو أن المفسرين في هذه الآيات التي ذكرها الله لقوم يعقلون لو أن المفسرين تراكمت تفسيراتهم ولو في آية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لو كان المفسر الأول وليكن مجاهد مجاهد من أول المفسرين توفي عمية وأربعة لو ذكر ما يعرفه عن الجمل عن الإبل من طبائعها من خلقها ثم يأتي المفسر الذي بعده وليكن مقاتل ابن سليمان ويوضيف على مجالد وقد وعلمتهم بعض أقوام في الهند أو كذا أنهم لأنه كانوا في المشرق أنهم أضافوا أن من طبائع الجمل أو من خلقته أو من كذا وكذا ثم يأتي التفسير يصل إلى الطباري وقد أضاف يصل التفسير لمعاصرة وقد أضافت العلوم التشريحية الحديثة التي تتحدث عن خلق الإبل هذا التراكم لو كنا نستجيب للقرآن عندما يأمرنا بالتفكر لأن التفكر يبعث على الخشوع والتأمل والهدوء وهذا هو باعث الفكر أصلا الفكر اليوناني عندما قام سقراط ثم أفلاطون تلميذة ثم أرسطو وقبل ذلك كان هناك السفصطائيين كان مبدأهم في الفلسفة مبدأ الفلسفة التي أنتجت هذا التقدم التكنولوجي والعلمي بدايتها ماذا؟ بدايتها هي هذه التفكر في النباتات التفكر في الأصناف الحيوانات في الفلك في طباع الإنسان في الحدود والرسوم يعني تحديد الألفاظ ما لا نريد بالعدل ما لا نريد بالظلم ما لا نريد بالرحمة ما لا نريد بالشفقة اليتيم الأب الإبن حتى هذه وصلوا إلى من يقرأ موسوعة الفلسفة الخاصة بأفلاطون التي نقلها عن شيخه سقراط والتي أيضا أضاف فيها تلحظ تعريف حتى لأشياء يسيرة يعني تقول لماذا؟ يهددون هذه ما معنى النقطة ما معنى الكلمة ما معنى الحرفة ما معنى فالمقصود هذه الفلسفة النظرية أنتجت فيما بعد طبعا فتحت الأذهان إلى تحديد الأشياء فأنتجت هذه الحضارة طبعا المنهج التجريبي الذي أتى مع فرانسيس بيكون كان قاسيا في هجومه على الفلسفة فلسفة أثيمة إلا أنه المنهج التجريبي إنما قام بعد أن درست تلك الفلسفة وراء أنها عقيمة أو وصلت إلى حد معين فدراسة الفلسفة أنتجت المنهج التجريبي والمنهج التجريبي لازال اليوم مسيطرا على العالم فالقرآن الكريم عندما يأمرنا بأفلا تعقلون أفلا تتقون المفترض أن نؤمن به بهذا أفلا تنظرون أفلا تبصرون أفلا تسمعون أن نؤمن مثل أفلا تتقون مثل أفلا تؤمنون هذا الأمر هو نفس هذا الأمر بل لعل أفلا تعقلون أكثر من أفلا تتقون فلماذا وظف هذا أفلا تتقون ثم حصر في تقوى معين وجفف أفلا تعقلون حتى أصبحت كلمة عقلاني سبة هذا يعني مقدمة تثبت بأننا فاشلون في دراسة الآثار حتى آثار القرآن الكريم على النفس البشرية لا نراها على الشعوب لا نراها لماذا؟ لأننا استعجلنا لم نتدبر القرآن الله عز وجل لا يستفاد من كتابه إلا بطريقة الطريقة التي مثل أي جهاز يعطيك إياه يعني صانعه يعطيك كيفية استخدامه إذا لم تتبع المهندس أو المنتج لهذه الآلة في كيفية استخدامها لن تستفيد منها وستبقى تحوم حولها من أين تستفاد كيف تشغلها لأنك لن تتبع الطريقة نفس الشيء القرآن الكريم عندما عطانا الله إياه أخبرنا بالطريقة طريقة استخدامه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ولقد يسترن القرآن فهل نذكر فأمر بالتأني في قراءة القرآن بالتدبر بالهدوء بالتكرار التلاوة النظر التواضع أن تأتي القرآن متعلماً وليس معلماً نحن طريقتنا نأتي القرآن وننظر إذا في شيء يصلح لنا نأخذه إذا ما في شيء نتركه هذا لن يهديك الله أبداً وأنت بهذا الطريقة أبداً أن الله لا يخدع عن القرآن ولا يخدع عن جنته أبداً ولا عن الهداية ما تستطيع أن تخدع الله تأتي الهداية بسرعة لا بد أن تتواضع وتترك خلق إبليس الأول الكبر وأن تأتي القرآن مستسلماً ومتعلماً ومتدبراً وهادئاً وتأخذ ما قطعت الآيات الواضحة المحكمة تجعلها دليلاً لفهم المشتبه ثم تأخذ القرآن كله مع محكمه ومتشابهه بعد أن تعرف المتشابه أو يترجح عندك تأخذه كله لفهم المأثور الحديثي والروائي وتأخذ بعدين هذا في معرفة الحكم على العادل والظالم ثم تأخذ كل هذا في الحكم على ثورة الحسين وعلى آثار ثروة الحسين فالقضية إذن فيها تراتبية ما تستطيع أن تأتي هكذا تدرس ثورة الحسين أنها يعني سواء حتى لو حكمت إيجابياً بأنها أدت لا بد من وعي من ثقافة قرآنية تكون كاشفة للسيرة النبوية والأحاديث لأن في الأحاديث خلط كثير ونسبة إلى النبي شيء كثير فلا بد أن تأخذ من القرآن ما تستطيع أن تقول لا هذا لا يتفق مع ما ذكرها الله عن النبي والرسالة تمام؟ ثم بعد هذا تنطلق ومن هذا الطريق ستعرف آثار ثورة الحسين وبعد الفاصل إن شاء الله سنواصل في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً قلنا بأن المسلمين عندهم ضعف في دراسة الآثار أي آثار سياسي أو ديني أو علمي أو اجتماعي أو اقتصادي وهذا الجهل نتيجة ضعف في العقل وهذا الضعف في العقل نتيجة عدم الاستجابة لأمر الله بالتفكر والتعقل والتدبر في الآيات الكونية وآيات الأنفس وآيات القرآن فالآوامر الله عندما يأمر فهو جاد لا يمزع أفلا تبصرون أفلا تسمعون فهو جاد وذكرنا مسألة القرآن قدمنا بمقدمة بأنه يعني مختصرة طبعاً حول أننا لا نعرف آثار القرآن بل ربما لا نؤمن بأن القرآن آثار على مستوى الأمة وهذا قد يكون صحيح لأنه ليس له آثار لأنه عطل كما يعطل أي حكم أي حكم راشد أي قانون أي دستور إذا عطل فبالتأكيد حتى لو كان دستور من أفضل الدستير لن يكون له أثر الأثر يكون بالتطبيق كذلك من ضعفنا في دراسة آثار القرآن ودراسة آثار النبوة أصعب من دراسة آثار القرآن بمعنى أننا لا نستطيع دراستها لأنها قد دخل فيها أحاديث لأن السلطة لم تستطع أن ترتقي إلى النبي فنزلت النبي إليها وجعل تومة السائر الصلاطين يغضب ويضرب ويلعن ويشتم ويحرم ويعطي وفوضوي مثلهم ثم يعني هذه بحاجة لتصحيح من القرآن لأن القرآن فوق النبوة تأتي النبوة لأن القرآن يعدل الأنبياء يعدل ويعاتب ويقلل ويوجه وهدى ونور إذن آثار النبي من الصعب قراءتها الآن عندما تقرأ ما هي آثار النبوة كما قلت لك أنهم يظهرون بأنه نقلنا كنا نعبد أحجار ونعبد طيوة والآن ماذا نعبد قريب قريب لمسلمين عبادتهم العبادة ليست للأصنام الصامتة فقط ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ذكرناه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شهد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعتهم ومسقال الذين إلى آخر الآية تعرفونها فالمقصود هنا أن تحليلنا لأثر القرآن فيه كذب كثير تحليلنا بأن الهدف النبي عليه الصلاة والسلام وهدف القرآن هو هجاء أبي جهل وهجاء عبد الله بن أبي فقط هذا غير صحيح وأن القصص في القرآن كأن الذين يشككون في التاريخ أن ما له أهمية وأنما ليفيد الإنسان عمله من لا يعرف التاريخ لا يستطيع أن يعرف كيف وصل الإسلام الإسلام مثل الغزالة الذي انطلق في غابة بين مجموعة من الذئاب والأسود كل ذئب وأسد ينهشوا من جسد هذه الغزالة فماذا وصل من الإسلام بعد يعني ماذا وصل من هذه الغزالة ماذا وصل قد لا يصل إلا قرنها أو أذنها ونأخذ الأذن هذه ونقول هذه غزالة ما شاء الله ونجبر أنفسنا على أنها متكاملة وأنها لا لا الإسلام هشم وأخذ منه كثير وصور وأنزل الهدى على نمط الصلاطين فلذلك من آثار فورة الحسين الأثر الأول أن هذا التهشيم للإسلام أعاد الحسين قام بتلقيط إن صح التعبير لحم هذا الغزالة الفار تلقيطه وعمليات تجميل لهذا الغزال إن بقي لأن الله أبقى فيه الروح هكذا فعاد الغزال يتستطيع أن تقول له غزال بمعنى أن الدين الأموي كما قلنا في حلقات سابقة هشم الإسلام وأظهره وأبقى ألفاط يا خيل الله اركبي كما قلنا يا خيل الله وفتح الله يا خيل الله اركبي لقتل ذرية النبي وليهدم الكعب مرتين وليستباحة المدينة ولياضطهاد أهل الذمة وليكنز هيا خيل الله اركبي لهذا إذن الكلمة لا تغطر بالكلمة يعني لا يجب أن نغطر يجب أن نحلل كلما رفعنا القرآن كلما وضعنا التاريخ رفعنا القرآن وكلما ضخمنا التاريخ والفتوحات والسلاطين وضعنا القرآن فهي معاجلة ارفع القرآن ونزل من التاريخ كما تشاء على أي حال إذن الأثر الأول من آثار ثورة الإمام الحسين أنه هشم الدين الأموي الذي كان قائما كما قلنا كان قائما بدين الطاعة أن الطاعة كانت والسلاطين ذكرنا وسلاطين الله في الأرض وأنهم أفضل من الأنبياء وذم النبي سرا في المجالس وتجميع الأشعار في هجائه ولعن أهل بيته جهرا وحرمان كل من يحب النبي الأنصار حرمانهم العطاء أهل البيت وهكذا هذا الدين الأموي بثورة الإمام الحسين أدى إلى تهشم هذا الدين وسقوط نظرية الطاعة لأن المعادلة صارت ثورات حتى داخل البيت السفياني يعني مروان ثار على الضحاك بن قيس في الشام والضحاك بن قيس بايعل ابن الزبير وتركه أل أبي سفيان ومعاوية الثاني ابن يزيد بمعاوية تنازل عن الملك قبل ذلك ويزيد قبل ذلك مات بطريقة وهو يسابق القرادة فمات فانشق رأسه ابن زياد ربنا العراق إذا تخلخلت دين الطاعة أول مسألة حصلت أن دين الطاعة لو لم يثر الحسين لبقينا ربما إلى اليوم أننا نرى السلطان له طاعة فإن عصى وإن ظلم وإن كذا ولا يحاسب وأن له يفعل ما يشاء وأنه خليفة الله في الأرض وأنه إن اعترضنا عليه فمعنى هذا أننا سخطنا قدر الله الذي قدره علينا بهذا كانت الرسالة معاوية أو بن مؤمية والحكم الأموي الرسالة الأولى هو تثبيت هذه الطاعة وهذا ظاهر فيه بعد ذلك الأثر الثاني يعني هذا من الآثر وهو لا شك أثر مهم وهو أثر عام هناك آثار تفصيلية سياسية سريعة أنها الثورات تعلم الناس فيها الحرية تعلموا العدالة تعلموا الإباء النبي أثى ليتمم مكارم الأخلاق ومن أخلاق الجاهلية التي أقرها مسألة الشرف والمروء والكرم والحمية والغيرة والإبات الضيم يعني أن يأبى الضيم أن يأبى الظلم هذا كانت عادة جاهلية وحلف الفضول كما مشهور أنه لنصرة المظلوم هذه ترصخت بعد ثورة الإمام الحسين وصارت ثورات في المدينة على المستوى السياسي ثورة أهل مدينة ثورة أهل مكة ثورة الكوفة التوابين الذين القسم العلوي الذي خذل الإمام الحسين كفر عن ذنبه وخرج ليقاتل الشاميين بقيادة سليمان بن صرحة الخزاعي وهو صحابي كبير وكان شيخ أصحاب محمد بن كوفة والغريب أنه لا يجد تعاطفا سليمان بن صرحة الخزاعي كما يجده بعض الطلقاء وكذلك كما قلنا عمر بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عجيس البلوي مدلاج بن عمر السلامي معتب بن قشير الأنصاري مجموعة هائلة من آثار التهشيم الأم وإثيق عقيدة الصحابة أنه الصحابة عندهم من رضي عنه بن أمية الطلقاء بن أمية ومن رضيوا عنه من رضوا عنه إلا ما لا يستطيعون رده كعلي وعمار ما يستطيعون هم ذموا ولعنوا حتى شبعوا لكن ما استطاعوا أن يذموهم لكن استطاعوا في آخرين بدريين إلى اليوم مذمومين في كتب الحديث وكتب التفسير كمعتب بن قشير الأنصاري ومدلاج بن عمر السلامي ومجموعة من الصحابة أنا تقريبا جمعت حوالي تقريبا عشر بدريين متهمين بالنفاق والضعف الحديث عشر بدريين تقريبا لو كانوا طلقاء ما يتهمهم أحد لا حول ولا قوة لا بالله على أية حال هذا من مآسي العلم يعني أحيانا تجد مأساة علمية يصعب الحديث عنها شعارات نتيجة عدم نتيجة جهل نتيجة تعصب عدم القراءة التراث قراءة يعني متأنية من منهم قراءة كتاب الجرح والتعديل هؤلاء الذين يرفعون رايات الدفاع عن الصحابة ولا نجدهم يدافعون حقيقتنا لا عن أهل بدر ولا عن عن أهل بيعة الرضوان ولا عن الصالحين من من الأمة وإنما يدافعون عن صالحين من أجل الدفاع عن ظالمين يعني الأساس هو الدفاع عن دعاة النار ثم يحيطونهم بعض البهارات والمحسنات حتى تنفق بضاعتهم فعليت حال إذن من آثار ثورة الحسين تهشيم الدين الأموي وترميم الدين المحمدي تهشيم الدين الأموي الذي كان قائما وترميم الدين المحمدي واستطاع بعد ثورة الحسين تقريبا مسألة الطاعة ودين الطاعة تخلخل كثيرا حتى عند الأمويين أنفسهم لأنه أصبح بينهم ثارات هذا يفر على هذا معنى هذا أن الدين الأموي انتهى تقريبا في مسألة الطاعة نعم بقيت أحاديث وإن أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وبعض الأخوة اليمنين اللطفاء قال وإن نخر عظمك وأكل مخك وإلى آخر على أي حال الثورات ذكرنا الثورات السياسية الأمر الآخر غير الآثار العلمية طبعا تهشيم الدين الأموي هذا آثار ديني كبير الآثار السياسية ذكرنا الثورات التي قامت الآثار العلمية ثورة الإمام الحسين أفسحت أفسحت المجال إلى رواية بعض الأحاديث أو كثيرا خاصة في الكوفة في العراق وفي الحجاز بعض الأحاديث في فضل أهل البيت وفي فضل الرسول نفسه أو دفع بعض الشبهات التي كانت تلقى على النبي عليه الصلاة والسلام وأدت كذلك إلى أن الطرف الآخر وهو الطرف الأموي يخفف من من المعادة الصريحة لأهل البيت والأنصار خفف قليلا وأدى كذلك إلى طبعا من الآثار العلمية كما قلت نشر الأحاديث في فضل محمد وآل محمد ومنهجهم وسيرتهم كانت قد ضاعت وقد شويهت هناك آثار علمية عكس الآثار التي كانت موجودة إذا عرفنا معرفة آثار ثورة الحسين ننظر ما هي الآثار التي كانت قبله كان النصب اللعن على المنابر طبعا لم ينتهي في عهد بن مروان إلا أنه تخفف بمعنى أن الناس أدركوا خاصة في العراق أدركوا أن كما ستأتي في حلقات أخرى كانوا يضربون وكانوا يمتنعون من لعن أهل البيت وفي الحلقة القادمة سنتوسع في نذكر بقية الآثار العلمية وآثار خاصة بالقرآن والحديث آثار خاصة بالقرآن والحديث وآثار علمية خاصة بمقاومة الآثار التي كانت قد أوجدها بن أمية في دينهم القديم الدين السفياني الدين المرواني أخفنا الدين السفياني الدين السفياني كان كارثة بكل المقاييس فإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر